عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف خطط التسويق لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال هذا الاجتماع عرض وزير الإسكان موقف الخطط التسويقية للوحدات السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وما تم إسناده من مشروعات للعديد من شركات التسويق العقاري بكل من العاصمة الإدارية الجديدة ومدن العالمين الجديدة والقاهرة الجديدة وسادس من أكتوبر والشيخ زايد وغيرها وفي ختام هذا الاجتماع أشار وزير الإسكان إلى أن هناك إقبالا كبيرا على شراء الوحدات السكنية المنفذة من جانب الوزارة والمطروحة في كل من مدينة العالمين الجديدة ومشروع أربسك بصور مجرى العيون من غير المصريين حيث اشترى الوحدات عدد كبير من مواطني دول الخليج